أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكماً باستبعاد سامح عشور نقيب المحامين السابق ومنتصر الزيات عضو مجلس النقابة الأسبق من الترشح لمنصب نقيب المحامين في الانتخابات المقررة أن تجرى في الرابع من سبتمبر المقبل وجاء الحكم في ضوء الدعاوة المقامة من أحد المحامين والذي طلب فيها باستبعاد عشور وزيات بدعوة مخالفاتهما شروط الترشح المقررة ووجود بعض الموانع القانونية التي تحول دون ترشح كل منهما في تلك الانتخابات